بنتكلم عنها دلوقتي حالاً زي ما قلت لحضراتكم هي تجربة ممكن تسمع عنها مرة في العمر وممكن إذا ما سمعتش عنها تشوفها فيلم وتقوله معقولة والنبي هو ده حقيقي كام مرة تشوف فيلم ربنا يكتب النجاة والبراءة لحد وهو على حبل المشنقة أو هو قبل حبل المشنقة ده حصل بالفعل بيحصل مرات قليلة قوي في تاريخ القضاء المصري لكن واحدة منهم حصلت خلال الأيام اللي فاتت لأن الستة كريمة لبست البدلة الحمرة فعلاً لمدة أربع سنين لكن من خلال الحكمة النهائي لمحكمة النقد خرجت براءة وتشال الحبل من على رقابتها خرجت بحكمة من محكمة النقد من تهمة أنها قتلت أبو العيال الستة كريمة موجودة معانا من الدهلية الستة كريمة الحمد لله على سلامتك أول حاجة الله يسلمك يا أستاذ شريف ربنا يكرمك خلاص قاعدة في البيت ومتطمنة والحمد لله ربنا يرضى عنك يا أستاذ شريف آه الحمد لله أنا معي عيالي ومعي أخواتي وأهلي جنبي وولاي جنبي تسوى الدنيا بحالها صحيح صحيح بعد موت بعد أنت قعدتي خمس سنين ربنا حرم الظلم على نفسه وقاله يا زيتي وجلالي لأنصر المظلومة وبعد حين كنتي بقول لربنا تكلم أنا مش هتكلم أنت اللي هتكلم مكاني وربنا كنتي باسجد لربنا وربنا سمعني مايقستيش أبدا رأس عبر رأسي ورأس ولادي ورأس إخواتي ورأس بلدي الحمد لله مايقستيش أبدا يا ستة كريمة ألو مايقستيش مجلكيش يأس أبدا مجلكيش يأس أبدا لأ ربنا مطمنة عشان أنا أتحطيت في حاجة ظلم فكان عندي يقيم في ربنا اللي ربنا مش هيهزمني فيها عشان هو حرمه على نفسه ده هو الحنان المنان اللي رفع السمع من غير عمداني ونعم بالله ونعم بالله قبليلي وقف جنب مني قبليلي وقف جنب مني عشان كنت مكفحة مع جوزي اللي أنا اتهمت فيه عشان كنت عايزة عيش عشان كان نفسه أربعيالي بيني وبين أبوهم اتحطيت في حاجة ماليش يدي فيها ومعرفش عنها أي حاجة ونعم بالله أنه ربنا ناصرك الحمد لله أنا ماليش يدي فيها الحمد لله بفضل من ربنا بفضل من ربنا سبحانه وتعالي قبليلي يا ستة كريمة